يعلمون أن الأرض لديها جيش قوي وحدود قوية هم يفكرون بالسيطرة على منفذ طرابير الحدودي من الجهة العراقية بس آني أتصور دعوة السيد مقندا كانت بعيدة عن موضوع المنفذ كانت لتسجيل موقف ومن المؤكد تماما كما قلت لك حتى لا تحسب عليه المواقف هنا نحن ناصحون عليه أن يبادر بسحب أعضاء التيار الصدري لأنني معلوماتي الدقيقة هذا اليوم أن هناك رسائل كتبت من بعض أفراد التيار الصدري إلى مرجعياتهم في بغداد بأن الموقف أصبح ليس لنا وأن نسيطر من الميليشيات الوقحة على المنصة وعلى الكلام وعلى كل الأمور الإدارية فلذلك الآن سيستخدم أنهم لم يذهبوا بأسمائهم هنا المفارقة وهذا الذي لا يجد لنفسه شجاعة أن يقول أنا موجود هناك لا يمكن أن يحرر الفلسطين لذلك هم ذهبوا خلصة وتدليسا بين أفراد التيار الصدري وهناك تم يعاني الترتيب أوراقهم لذلك حقيقة نحن كما أسلفت لك كلنا مع التظاهرات والتظاهرات بكل أطرها حق مشروع سواء كانت لدعم القضية الفلسطينية أو للأمور الداخلية في العراق للمطالبة في الحقوق لا مظهرات سياسة وجهة زيني شون وصلوا أبو آلاء وأبو عزرائيل موجودين على الحدود في لبنان وصلوا طريق معبد كما قلت لك لكن الغايات ليشت الذهاب إلى فلسطين لذلك قلت لك الغاية ليست الدخول إلى العمان الغاية هو السيطرة على المنافذ الحدودية في الأنبار وخنق الأنبار والسيطرة عليها اشتركوا في القناة